التدخل النمائي والسلوكي والتربوي من قبل الأبوين، من قبل المعلمين والتربويين، من قبل جميع أفراد الأسرة والمجتمع هو الذي يفرق بين ذلك. وبالتأكيد كلما قلنا التعرض للأجهزة الإلكترونية سواء كتسلية أو كلعب، كلما زادت فرصة الشخص الإنخراط اجتماعياً، فكرياً ونفسياً وعقلياً في المجتمع، وهذه لها علامات إيجابية على المستوى القريب والبعيد في حياة الشخص وفي حياة الأسرة. اشتركوا في القناة